وللمزيد حولا عقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب ينضم إلينا من جامعة الدول العربية ومراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم أرحب بك وانقل لنا الأجواء في أرويقة جامعة الدول العربية والمنتظر من اجتماع اليوم الطرق تحياتي إليك من جامعة الدول العربية بالقاهرة الأجواء هنا على قدم وصاق منذ ساعات الصباح الأولى حيث هناك مقابلات للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط طبعا كل هذه اللقاءات الاستثنائية على هامش يوم استثنائي وذلك بمناسبة الحرب على الأرض المحتلة والعدوان على غزة وعلى شعب غزة والمدنيين العزل هناك هذه الاجتماعات أو هذا الاجتماع المزمع عقده في نحو الساعة الخامسة من مساء اليوم وهو اجتماع غير اعتيادي اجتماع طارق على مستوى وزراء الخارجات العرب هذا الاجتماع يأتي تلبية لدعوة مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث هذه الأزمة القائمة وما يحدث على الأرض من انتهاكات وعدوان من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى المدنيين العزل وتحديدا في غزة في قطاع غزة بدأت اجتماعات السيد أحمد أبو الغيط اليوم مع وزير خارجية ليتوانيا جير يالوس لاندربيرغ ثم وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تياني ثم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي وبينما نحن على الهواء مباشرة الآن تجري مراسم استقبال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف كل هذه المشاورات والاجتماعات الثنية التي حدثت بين الأمين العام وبين الوزراء السابق ذكرهم والوزير الذي بصدد استقباله الآن تمحورت حول المشكلة والأزمة في غزة وأن الحرب على غزة وأن مواجهة المدنيين العزل بأسلحة القتل المتعمد واستهداف المدنيين لن يزيد إلا من تصعيد الأمور وخروجها عن السيطرة وتوسع دائرة العنف في المنطقة أيضا أن سياسة العقاب الجماعي الذي تقوده إسرائيل ربما بمباركة أمريكية وبمباركة من دول أخرى وبتأييد من دول أخرى هذه الأمور ستخرج الأمور عن السيطرة وسياسة القمع للفلسطينيين وسياسة العقاب الجماعي أولا هي ضد الأعراف والقيم والمبادئ والقوانين الدولية وثانيا هذه الأمور لن تحل المشكلة ولن تحقق الأمن المنشود الذي تدعيه إسرائيل لنفسها وشدد الأمين العام في لقاءتي على ضرورة الوقف الفوري لكافة هذه الأعمال وضرورة بحث الأمور التي أدت إلى حدوث ما يحدث الآن من إجهاض إسرائيل لحلول السلام ومبدأ الدولتين من أشعل فتيل هذه الأمور هو إسرائيل بتعنتها وبوقوفها ضد الفلسطينيين وضد حقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة وأيضا اجتماع هذه الاجتماعات كما قلت في البداية هي تمهيد لاجتماع وزراء الخارجية العرب في نحو الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة هنا في جامعة الدول العربية ومن آخر المستجدات التي وردت ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى نحو 1055 شهيدا تتصاعد هذه الأعداد عبر الساعة وخلال الساعة ونحو أكثر من 5000 من الجرحة في قطاع غساء نعم أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري مباشرة من مقر جامعة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر